ترجمة نانسي قنقر التي تصل المغرب بالبصنة والهرسكة مشيرا إلى أفاق تعزيز وتقوية تعاون ثنائية لا سيما في الميدان الاقتصادية الذي يشكل أولوية بالنسبة للبلدين ترجمة نانسي قنقر من خلال توقيع الاتفاقيات التي نعمل عليها حاليا ومن خلال المكانيات والموارد طبيعية التي تملكها كل دولتين اعتقد بأننا سلقريبا إلى تعزيز هذه العلاقات وططورها لما فيه خير البلدين تنمية الاتصادية سوف تتبعها على كل حال ومن خلال المهمة في قطعات الثقافة وطعليم الرجاء وصبعاً أماماً جمعاً مجالة تشريعة ومعاً دولتين نعم أضحيهم من الملأة المغرب لنظار يمكنهم ذلك القريبي في بصن والعرسك جاود أرذاص بمعروك أن يتعبون إلى بصن والعرسك ونترس بمجرامك لعضيات المغرب من الملأة المغرب أدعوهم إلى زيارة البوسنة والهرسك الوقوف على مقاوماتها والاستثمار فيها إلى ذلك بدأ رئيس مجلس الوزراء بجمهورية البوسنة والهرسك اليوم الاثنين زيارة رسمية للمغرب تستغرق أربعة أيام على رأس وفد هام يضم عددا من رجال الأعمال وسيتبحث خلالها مع عدد من المسؤولين المغرب كما يتضمن برنامج الزيارة عقد جلسة عمل بمقر الاتحاد العام لمقاولة المغرب غدا ثلثة بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء